ومصطلح يمكن بقينا بنسمعه كتير الهايدروجين الأخضر ايه هو الهايدروجين الأخضر وليه بقى جزء أساسي ورئيسي في أي مباحثات بتتعلق بمستقبل الطاقة النظيفة ومسألة بدائل البترول وكمان من أيام موجه سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي بإدراج الهايدروجين الأخضر ضمن منظومة الطاقة الرئيسية قيا نتكلم عن آخر التطورات في هذا الملف ملف الهايدروجين الأخضر معينا دلوقتي على التليفون الدكتور علي أبو سينة رئيس جهاز شؤون البيئة صباح الخير على حضرتك يا دكتور ويعني في البداية مسألة التوسع في استخدام الهايدروجين الأخضر وإقامة محطات لي مدى أهمية هذا الشأن وإحنا يعني بنعيش أزمات طاقة عالميا على طبعا إسر الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا مسألة التغير المناقي وكل الأضرار اللي بتتعلق بهذا الشأن صباح الخير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين وزي ما حريك أشارك فعلا من الموضوع الهايدروجي الأخضر هو من الحاجات المهمة جدا زي ما حريك عارفة نحن عندنا ستراتيجية مصر للطاقة الجديدة ومتجددة نحن بـ 20-35 يجب أن يكون عندنا استخدام للطاقة الجديدة ومتجددة بنسبة 42% من الإنتاج بتاعنا في ظل الأزمة العالمية والاتجاه العالمي نحن والطاقة الجديدة ومتجددة ظهر جزء الخاص به أو التكنولوجيا الخاصة به التكنولوجيا الهايدروجين الأخضر بس بداية نعايز نعرف الناس يعني إيه هو الهايدروجين الأخضر هو طبعا إحنا بننتج الهايدروجين من تكسير المية ويجب أن ينتاجه يكون من خلال طاقة الجديدة متجددة زي طاقة الرياحة أو الطاقة الشمسية عشان نسميه هيدروجين الأخضر هذا التجاه العالمي طبعا لإستبدال أو عدم الاعتماد على الوقود الإحفوري لليه نسبة أو لفترة معينة أو هيتهي من العالم فأسه يكون عندنا بديل مستدامة مصر تتمتع بظروف استثنائية خاصة بتوفر الطاقة الجديدة والمتجددة ومصادرها من رياح من شمس من مكان وأماكن كبيرة ده جذب كبير جدا عدد كبير جدا المستثمرين على مستوى العالم يفكروا في الموقع الاستراتيجي لمصر نحن الكرودور بتاع الطاقة لأوروبا وللعالم دي حاجة مهمة جدا جدا فده في الفترة الأخيرة هتلاحظي حرك كثير من الاستثمرات كثير من الاتفاقيات أو التوقيع البروتولات تعاون لإنشاء عدد من المشروعات الكبيرة والضخمة أنا عايز بس أقول إن الطاقة للهيدروجين أكدر بتستخدم في حسيني إما أنا باستخدمه كهيدروجين كمصدر للطاقة مباشرة بعد إنتاجه أو إن أنا باستخدمه في إنتاج الأمونيا كمصدر لاتسماد الطبيعة والنشادر اللي هي أسمدة مهمة جدا ومطلوبة في استخدامه كطاقة أو استخدامه كمدخل لإنتاج الأسمدة لأنه ده برض أسلحة مطلوبة العالمية في الاستراد إنهما بيحب أو في دعم الاستراد من منتجات الصديقة للبيئة وعلى رأسها الجزء الخاص بالأسمدة الخضراء اللي هي منتجة من مصادر طبيعية نعم دكتور علي دكتور علي خليني بس أسأل حضرتك كده وأستفسر هل الهيدروجين الأخضر ملوش أي انبعاثات بتخرج منه مقارنة بالوقود الإحفوري أو الوقود التقليدي المستخدم تماما تماما ما فيش انبعاثات لأن أنا باستخدم هو طبعا ببساطة شديدة جدا أنا بأخذ الميا بحولها لهايدروجين وإكسجين فما عنديش أي مصدر زي سلمسوري الكربون أو أي مبعثة إمتى تم استخدامه كمصدر للطاقة يعني؟ كمصدر واضح لأنه مصدر للطاقة لكن حاليا بعد إن فيه احتياطيات البترولي على المستوى العالم وهذا بقت ناقص وذي ما نشوفنا على أشهر تحاركه في الأزمة الأوكرانية الروسية بداعة العالم خاصة في أوروبا إن يفكر فيه مصادر جديدة ولكن طبعا توفر الطاقة الجديدة متجددة وجديدة في مصر أعلى بكتير جدا من أوروبا فكانت الاتجاه لمصر كمصدر مستدام على المستقبل القريب لإمداد العالم بهذا كامل الطاقة طيب دكتور علي حضرتك ذكرت إنه مصر من أكتر الدول المؤهلة إنها تصدر الهيدروجين الأخضر للعالم وسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني يوجه كمان بإدراجه ضمن منظومة الطاقة الرئيسية كيف سيتم هذا؟ ماذا عن استعداداتنا؟ المحطات هتكون فين؟ دي طبعا نقطة مهمة زي ما حالكم عارفين برضو عايزة شير إن احنا نستطيع مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في كوب 27 في نوفمبر اللي جاي وزي ما حالكم عارفين احنا أطلقنا استراتيجية تغير المناخ في 22 مايو 2022 وفيها محور مهم جدا اسمه محور التحول أو يعتمد فيه على التطاقة الدولية والمتجددة وتحط في هذه الاستراتيجية الجزء الخاص بالهيدروجين الأخضر كأحد المواد أو الحالات الأسفية أو تكون الزكرة الأسفية اللي احنا هنعتمد عليها إيه اللي اتخذ على مستوى الدولة حاليا بنعد استراتيجية طبعا خلال ضد الكهرباء والجهات الأخرى المعنية بهذه وضعات البيئة استراتيجية مصر دي الهيدروجين الأخضر احنا هنمشي ازاي الأماكن اللي احنا مقترحينها حجم الاستثمارات موجودة استخدامات الهيدروجين سواء نستخدمه كمصدر الطاقة يصدر دي الدول القريبة مننا او كمصدر ليه زي ما قلت ليه ودي حتى مهمة جدا جدا ليه الانتاج الأسمي ده بالصفعة طيب ايه اللي تم على الأرض واضح أكثر من سبع اتفاقيات تم طوقعهم مع جهات كتيرة جدا سواء شركاء دوليين مع شركاء محاليين ليه انتاج مشروعات مختلفة المعظمها قريبة من مواطق العين السخنة اللي هي قريبة من مواطق انتاج الطاقة جديدة متجددة وغيرها وده فيها طبعا تشجيع وتوجيه من فهمة الرئيس ومن دولة رئيس الوزراء بان يتم التوسع في جذب الابتصمارات في هذا المجال وعقب في ان شاء الله في اللي هو في لبنبر ان شاء الله هيتم برضو الاعلان على المزيد من هذه المشروعات اللي هي فرصة اللي هي احنا قلنا كدولة حطناها في استراتيجيتنا لتغير المناخ واعلننا عنها كفرص الشمارية للجهاز الدولي بكل تأكيد احنا منشكر حضرتك كدكتور علي ابو سينة رئيس جهاز شؤون البيئة ترجمة نانسي قنقر